على كل بشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عباده البسطاء والمخلصين الطيبين في كل ربوع مصر حقيقة مهما كانت الكلمات التي قيلت بالأمس وأول من أمس فهي لم تكن تعبر حقيقة عما يدور في داخل كل واحد مننا في هذه اللحظات التاريخية وعلى ما قدرت تجمع نفسي وقدرنا نستوعب الصدمة وهي صدمة حضرية رائعة بكل تأكيد لحد ما حصل ده فضلت أحاول أستوعب الحكاية لحد ما تأكدنا أن احنا بجد في لحظة انتصار تاريخية حقيقية لهذا الشعب وبالرغم من أن في لحظات حلوة كتير من ساعة مرجعنا ليكم في محطة مصر في النسخة التانية ولكن الفضل فيها كان لربنا سبحانه وتعالى ثم لثورة يناير المبركة لكن كل لحظات الفرح دي كوم ولحظة الفرح المرادة كوم تاني خالص دي أحلى نهاية لأسبوع عمل شاق عشنا معاكم وإحنا بنغطي الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى طوال اليومين الماضية ما خبيش عليكم كل أسرة البرنامج ومصر كلها كانت حطق ديها على قلبها متفقلين والله متفقلين ولكن كنا خايفين على مستقبل هذه البلد الأجواء كلها كانت تخوف وما كانتش تقول أن الفرح هيطلع بالشكل الجميل ده اللي أسعد الجميع خلي بالكم بتكلم ونقافي الوداني وعني عن أي نتائج ويعلم ربنا هذه اللحظة اللي أكد فيها شعب مصر إنه دايما خارج التوقعات الفرح ده برغم جماله الرائع اللي أنه حمل العديد من الرسائل السياسية أولها رسالة للمجلس العسكري وهي أن هذا الشعب بيشكركم جداً على الفترة اللي فاتت ولكن أول ما الخيط جي في دي وأول ما استطاع أن يمسك الخيط خرج بأكبر كثافة شهدتها سنديق الانتخابات المصرية منذ فجر التاريخ دي مش مبلغة ده بالأرقام أول ما مسك الخيط طلع يقول إحنا عايزين حياة مدنية بنحب جيشنا وبنعشقه آه ولكن جيشنا يحمينا مش يحكمنا خلاص مش عايزين حكم عسكر عايزين الجيش في مكانه في قلبنا وفي أرضنا اللي حطناها فيها وارتضناها طيلة الوقت الشعب صمم إنه يحصل على حقه للآخر أنتوا عارفين ليه الإقبال الكثيف ده الرسالة أتمنى أنها تصل بممتع الوضوح لكل قيادات في المجلس العسكري اللي منقدره الرسالة معناها رغبة جارفة في انتقال السلطة من العسكر إلى الشعب الديمقراطية هي اللي مارسناها في اليومين دول والانتخابات مش أعلى درجات ممارسة الديمقراطية ولكنها خطوة أولى في هذا الطريق وعلى فكرة الديمقراطية الحقيقية الديمقراطية الحقيقية هي الانتخابات في آخر المشوار احنا بدقين خطوة أولى ولسه قدامنا خطوات كتير الفرح ده كمان وجه رسالة شكر للمجلس العسكري على تأمينه العظيم للانتخابات ولو إن الشكر ده يحمل بين طياته سؤال منطقي لما أردتم حضراتكم تأمينه أمنتوا البلد في 48 ساعة كأحسن ما يكون التأمين أما الفين الأمن اللي طلبنا به من 10 شهور فاتت الكلام ده مش اتهام ولكن ده رسالة رسالة الشعب المصري اللي بيأكد كل يوم إنه شعب عظيم لن يحكم بالحديد والنار بعد اليوم ولن تستطيع أعطى المدارس التحليلية السياسية في العالم توقع ما يمكن أن يفعله هذا الشعب العظيم فكرين إحنا طلبنا من شهور بإصدار قانون العزل السياسي فكرين وتأخر القائمون على الأمر في إصدار هذا القانون إلا إن المصريين بعظمتهم ما استنوش قانون يصدر من محكمة ولا من وزارة طبقوا القانون على فلول الحزب الوطني بأديهم وده اللي أكدته معظم المؤشرات على فشلهم فشل ذريع في هذه المرحلة وبمشيئة ربك في المراحل القادمة مبروك لمصر نجحها في المرحلة الأولى ويا رب الفرح يكمل على خير في المرحلتين اللي جايين ويخيب آمال كل المتربسين بمصر وبثورتها العظيمة اللي كانت السبب في إننا استنشقنا عبير الدموقراطية اللي كلنا بنحلم وبنسمع عنها وبنشوفها ولو لمرة واحدة قبل ما نموت مش قادر أنسى مشهد الناس الكبار اللي كانوا وقفين وصلوا لتمانين سنة بجد من حقنا كشعب وكل من حضر هذه اللحظة إنه يفخر بنفسه إنه قدر يحقق لآباؤه وأجداده اللي شفتوهم بالعشرات والمئات والألاف في كل اللي جال الانتخابية بيمارسوا حقهم الطبيعي لأول مرة في تاريخهم خلي بالكم الدموقراطية تعني إن من حقك ولو اليوم واحد في السنة إنك تقول لأ أنا صبرت عليك سنة والنهاردة أنت مش عجبني وبقولك لأ اللي إحنا الدينال أبهاتنا وأجدادنا نيشوفوا لحظة من ساعة ما تولدوا إلى أين كان العمر المديد بإذن الله أعتقد أنه أكبر هدية لهذا الشعب الست اللي عندها 82 سنة ولا 85 سنة اللي كانت مبارح المشهد الرائع اللي بتبوس ولد صغير مش ابنها ابني ناس تانين وبتقوله كل ده عشانك يا حبيبي كل اللي بيحصل ده عشانك يا حبيبي وصدقت كل اللي بيحصل عشان مستقبل أفضل لأجيال قادمة كل المستقبل بإذن الله المشرق اللي بيستنانا واللي تهريت منكم بسبب أن نحن متفائلين وناس اللي بعتلي تقول لي يا راجل يا راجل ده ما فيش يا راجل يا راجل ولكن التفائل في موضعه ونحن قادرون وعازمون وذاهبون بإذن الله إلى ما نستحق أين كان الاختيار وأين كانت النسبة وأين من جاء وأين من ذهب فلأنه لو منا إلا أنفسنا ده اختيارنا ولازم نحترم اختيارنا ونستنى ونحاسب إكس اللي جه وحش خلاص بقى عندنا اختيار إن إحنا نقدر نغير إكس ده بكرة وبعده خلاص الحكاية جت ومش ترجع تاني والشباك اللي تفتح مش هيتقفل تاني بالله عليكم كلهم على دينه يقرى الفتحة ويترحم على شهداء ثورة يناير اللي مهدوا الطريق بدماء خضبت أسفلت هذه البلاد عشان حضراتكم تقدروا تستمتعوا بهذا اليوم أكون ببالغ لو قلت لكم إن هم وقفين بيبصوا علينا من فوق مش شهداء أحياء عند ربهم هم أحياء زي ما ربنا وعدنا وأكد لنا في كتابه الكريم إذن فهم يشاهدون ويناشدون أن نكمل المشوار مشوار الحق والحرية وزي ما قلنا لكم مصر هتتغير هتتغير حطناها في دماغنا والله هتتغير للأحسن بس نصبر ونكمل المشوار مع بعض يلا بينا على بركة الله نبدأ محطة مصر اشتركوا في القناة